بعنصريته واستغلاله للظروف المتعلقة بكورونا يضيق الاحتلال على الفلسطينيين ويشدد من القيود عليهم فيما يسمح للمستوطنين بممارسة أعمالهم بشكل طبيعي تحت غطاء منع تفشي فيروس كورونا في الكدس المحتلة يستمر الاحتلال بفرض الإغلاق منذ بدي الجائحة تحديدا في البلدة القديمة أهداف الاحتلال السياسية أخذت من كورونا ذريعة لإنهاك المقدسيين وتهويد البلدة كيف لا؟ وقوانينه تسري فقط على المقدسيين وعلى وجه الخصوص من يسكنون داخل أسوارها لتغلق محالهم التجارية ويلاحقون في الوقت ذاته من كبل الضريبة في المقابل يسمح للمستوطنين بالتحرك بحرية وفتح محلاتهم دون قيود ست شهور نحن نشتغل من أيام جائحة الكورونا وكان مفروض أن نفتح من قبل أسبوع عودوا مددوها كمان أسبوعين أنا بالنسبة لرأيي هذه ليش قصة جائحة كورونا هم بعملوا الشيء هذا لتهويد البلدة القديمة يعني لو أنت داخل من مداخل الباب العمود بتشوف ثقنات عسكرية بدخلوش الواحد جديد اليوم بس اللي سمحوا من حوالي شهرين يدخلوا الناس على البلد بس ساكن البلد هو اللي بدخلها ممنوع خارج البلد هاحد يدخلها يعني أنا صاحب محل ما كنتش أقدر أدخل أزور محلي البلدة القديمة فاضل محلات مسكرة اللي فاتحين حتى بيش تغلوش مسكين خارج المدينة مفتوح بيعتبروا هون إنه مغلقة لكن هي طلع مش مغلقة هم بيعتبروا دخل البلد إنها مغلقة والمحلات اللي عندهم فاتحة عنا هون خارج البلد فاتح فهم مش معنيين في خارج البلد هم معنيين في داخل القدس بالبلدة القديمة بتهويدها أكثر من ألف محل تجاري مغلق بشكل كامل في البلدة القديمة لأكثر من ستة شهور بشكل تدريجي يسعى الاحتلال لتمصي الوجود العربي المقدسي في البلدة إضافة لتجديد الخنق على المواطنين بعرقلة وصول من لا يسكنون في داخل البلدة إليها لفصلها عن الأحياء العربية يعني إحنا طول عمرنا عايشين محتمتين على البلد هون نيجي منشي أغراض منها نأخذ أغراضنا نأخذ الخضرة نأخذ كل شيء عمرنا ما يوم فرقناها إحنا أنا ساكن منطقة الطوري وعمرنا ما يوم فرقناها من زمن الأردن وإحنا بنيجي على هون وكل أغراض ما منه اليوم هني انزلت على البلد ولا دكان فاتح يعني من المحلات اللي بدي إياه ما لقيتش ولا واحد فاتح لا لحام فاتح ولا طلع جاج فاتح مثل الأوادم ولا فاتح فأين عوضت أطلعت خافي حناي إذا أقول خافي حناي من البلد وصال عشري أدور من بره من بره فهذه القصة بتصير أنه مؤطن البلد الأديمة إلى جانب إغلاق المحلات التجارية داخل البلدة وتحديد حركة المواطنين يستمر الاحتلال أيضا بإغلاق المرافق التعليمية الخاصة بالمكدسيين ليتعزز بذلك بأنها إجراءات تطبق على المكدسيين لوحدهم لتحقيق أهداف سياسية فحسب من الكدس المحتلة محمد حسين رؤيا بإغلاق المحلات التجارية ترجمة نانسي قنقر